معنا قول الله في صورة الشعراء قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين صورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجي في فيديو جديد طبعا لما سيدنا موسى جيه بمعجزة أن العصة تتحول إلى ثعبان ومعجزة أنه أدخل يده في جايبي جايبي يعني فتحة الصدر وإيده بقيت بيضاء للناظرين فهما بقى تشاوروا بقى نعمل إيه مع موسى إحنا في خطر فماء الملأ اللي هم علية القوم اللي عاديين مع موسى مع فرعون اخترحوا الاقتراح ده قالوا أرجه وأخاه أرجه يعني أخر أخر أمر ما تبتش في الأمر دلوقتي أخر حتى كلمة الإرجاء يعني في فرقة اسمها الإرجاء أو المرجاء اللي هم أخروا العمل عن الإيمان قالوا العمل بعيد عن الإيمان ودي فرقة ضلة المهم كلمة أرجه يعني أخر أخر أمر موسى يا فرعون وأخر أمر هارون أخو يا فرعون وأبعث وأرسل في المدائن المدائن مش منطقة اسمها المدائن لا المدائن يعني إيه المدن مدن مصر ابعت في مدن مصر في أقاليم مصر حاشرين ابعت يا فرعون الجنود حاشرين يعني جامعين عشان كده يوم الحشر يعني يوم الجامع اللي ربنا بيجمع فيه الناس كلها فحاشرين يعني جامعين يعني يا فروان احنا بنخترح عليك تأخر أجل للأمر بتاع موسى وبتاع هارون وأرسل الجنود بتاعتك في أقاليم مصر عشان يجمعوا الصحراء الصحراء بقى اللي حيعرف يردوا على موسى وهارون ويزبطوا ان هم اللي بيعملوا ده سحر وطبعا طبعا أثبت موسى انه رسول من عند الله فحاشرين يعني جامعين وابعث يعني وأرسل وأرسل في مدن مصر وأقاليم مصر من يجمع لك الصحر حتى يهزموا موسى وهارون ولكن كانت الغلبة لموسى وهارون دعا الفيديو بشيره لكم مشارة في القناة شوفكم مرة جاءة السلام عليكم